الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فنشرف بقراءة أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الإمام العلامة البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيحاً جناته فلعلنا نقرأ شيئاً من أحاديث هذا الصحيح الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري ورحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم فأخرجت أقراصاً من شعير وجشته ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها ثم دسته تحت ثوبي ولاثتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم آرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام قال قلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال إذاً لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذاً لعشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء قوله هنا قال أنس بن مالك قال أبو طلحة لأم سليم أم سليم هي والدة أنس بن مالك وأبو طلحة زوجها وذلك أن والدة أنس بن مالك توفي قبل الإسلام فلما جاء الله بالهدى أسلمت أم سليم فخطبها أبو طلحة فاشترطت عليه أن يسلم فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مر عليه أوقات جوع شديد وخصوصا في أوقات حروبهم فدخل أبو طلحة على أم سليم وقال لها لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أي أنه لا يرفعه أعرف فيه الجوع أي علمت أنه إنما ضعف صوته من أجل ما به من الحاجة للطعام فإنه جائع ولم يكن جائعا إلا أنه لم يجد طعاما في بيته ولذا قال أبو طلحة لأم سليم هل عندك من شيء أي هل عندك طعام أطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لم يرد إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم نعم عندنا طعام يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخرجت أقراصا من شعير أي أنها أخرجت شيء من الشعير وهو نبات له حب صغير وحشته أي جعلته حشيشة أي دقيقا لينا جعلته دقيقا لكن فيه خشونة قال ثم أخرجت خمارا لها والخمار ما تغطي به المرأة رأسها فقامت بوضع ذلك الشعير خبزة فلفت الخبز ببعض الخمار وجعلت منه خطيفة أي أنها جعلت هناك أخذت لبنا ووضعت عليه ذلك الدقيق فقامت بطبخه وكانوا في ذلك الوقت يلعقونه ويخطفونه بسرعة قال ولذا سمي خطيفة لم يسمى خطيفة إلا أنهم يأخذونه بسرعة وما ذاك إلا لجوعهم قال وعصرت عكة العكة في الغالبين من جلد يوضع فيه الأشياء السائلة كالسمن والعسل فقال بأنه قام بعصر عكة أخذ شحما من شرحوم الأغنام ونحوها فعصرته حتى جعلته عكة سمنا في ذلك الإناء ثم إنها دسته تحت ثوبي أي أدخلته بقوة ونوع خفية قال ولا ثتني أي أنها لفت بعضه على رأسه وبعض على إبطه قال ولا ثتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه لأن يأتي إلى بيتها وبيت زوجها ليطعم فيكون هذا من أسباب قوة بدنه قال أنس فذهبت بذلك الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم أي وقفت كانوا جالسين يدرسهم ويعلمهم فوقف أنس عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة إما أنه علم ذلك بوحي وإما أنه غلب على ظنه أن أنس لم يقدم بهذه الساعة وبهذه الطريقة إلا وقد أرسل من أجلي أن يستجيب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة الطعام قال أنس فقلت نعم أي أرسلني أبو طلحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بطعام أو لطعام يعني هل أرسلك من أجل أن تدعونا لتناول الطعام قال أنس فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا هم لم يكونوا ينتظرون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام جميع من كان معه قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وسبق أنس فانطلق وسار مسرعا بين أيدي الناس فوصل أنس إلى البيت أولا فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم والناس معه فقال أبو طلحة وهذا من حكمة أنس أنه أخبر الرجل ليتصرف فقال أبو طلحة يا أم سليم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بالناس يعني الطعام قليل والناس كثير وليس عندنا من الطعام ما يطعمهم أي ما يكون سببا لأخذهم من أخذهم جميعا من الطعام أم سليم بإيمانها ويقينها قالت الله ورسوله أعلم هناك خفاية قال فانطلق أبو طلحة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الطريق فقال يا رسول الله يريد أن يرد الناس الذين معه قال يا رسول الله إنما هو شيء يعني أمر قليل صنعت أم سليم لك يا رسول الله فأقبل يعني وحدك قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سليم هل أم ما عندك فلم يكن عندها إلا ذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت أي جعل فتاة صغيرة حبات صغيرة وعصرت أم سليم العكة لها فأدمته أدمته جعلته ذا ودام كثير وذلك أنهم إذا قل طعامهم وضعوا عليه السمن من أجل أن يملأ البطن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله دعا الله وذكره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس إئذن لعشرة أي ليدخل عشرة أشخاص فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال مرة ثانية إئذن لعشرة فكذلك فعل ثم قال للثالثة إئذن لعشرة وقال في الرابعة إئذن لعشرة فأذن لهم فأكل كل عشرة وحدهم وحتى شبعوا جميعا ثم خرجوا فقال إئذن لعشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا فانظر كيف بارك الله في الماء لهم قال ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال أنس فجعلت أنظر على نقص منها هل نقص منها شيء يقول كأن الصحفة هذه بقيت على ما كانت عليه كأنه لم يأكل منها أحد من هؤلاء الثمانين وفي هذا الحديث استحبابا يتفقد الإنسان من حوله ومعرفة أحوال الناس وصفاته بمعرفة الإشارات التي تكون عنده كما عرف وجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعف صوته وفي الحديث جواز أكل الشعير وجواز حشته ولفه في الحديث أيضا من الفوائد دعوة من بالمسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في المسجد فجاءهم أنس فدعاهم وهم في المسجد وفي الحديث أيضا من الفوائد معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمجريات على حسب وقائعها ومبتدئها وفي الحديث من الفوائد بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة يده وبركة جميع أحواله وفي الحديث في الحديث من الفوائد فضيلة أبي طلحة رضي الله عنه وفي الحديث إجابة الله لدعوات المضطرين وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان لا ينغر بظواهر الأحوال وإنما علي أن يتفطن بواطنها ولذا لم ينتبه لما يطعمونهم به وفي الحديث أيضا من الفوائد نداء الإنسان لمن حوله ولخدمه لتناول الطعام عنده في الحديث فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أجريت له هذه المعجزات وفي الحديث أيضا استعمال الوسائل التي لا تقطع رغبة الناس في الطعام من أجل تخفيف طعامهم وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يأكل من الطعام القليل فيشبع بركة من عند الله جل وعلا وفي الحديث نصر الله لأوليائه المؤمنين ويسنة جارية أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلني وإياكم من الهدات المهتدين كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين